تحية من عند الله عليكم مباركة طيبة لماذا كل الترجمات الحالية للمصحف خاطئة وتشوه حقيقة يجيب الأستاذ فراس المنير رغم تقديرنا للجهد الذي قام به أصحاب هذه الترجمات ولعل الكثير منهم قام بما قام به عن حسن نية فجزاهم الله خيرا إلا أن ترجماتهم على مستوى النتيجة جاءت بعيدة جدا عن ما ينبغي أن تكون عليه الترجمة الحقيقية ونأخذ سورة الفاتحة مثالا عمليا لنفهم الشروط النظرية للترجمة الصحيحة من خلال دراستها البسملة وهي بسم الله الرحمن الرحيم الشرط الأول هو أن يتم ترقيمها كما نرقم باقي آيات المصحف أي نعتبرها آية من آيات السورة ولها رقمها الخاص وليس كما هو الترقيم الحالي الحاصل في باقي سور المصحف وذلك لأنها وردت مع كل السور ما عدا سورة التوبة وعدم ذكرها في سورة يدل على تعمد من الله سبحانه أن يذكرها مع باقي السور كما أنها مذكورة في أقدم مخطوطة للمصحف الشريف أي لم تتم إضافتها للتبرك مثلا أو على أنها نوع من ذكر الله أو على أنها من آداب تلاوة المصحف كما ادعت بعض كتب الفقه أما كلمة رب في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فلقد ترجمها المترجمون بمعنى من معاني السيادة من مثل سيد العالمين أو نحوا من ذلك ولكن هذه الترجمة خاطئة لأسباب منها أنه عند البحث عن كل الآيات المشتركة من حيث الجذر اللغوي مع كلمة رب نجد من بينها آيات تتكلم عن تربية الوالدين لأولادهم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة أو تربية أناس لأطفال ليسوا بأطفالهم قال ألم نربك فينا وليدا فمن ناحية اللغة الاستلاحية الخاصة بالمصحف فالرب من التربية كما أن ابن فارس في معجمه مقاييس اللغة يقول عن كلمة رب الراء والباء يدل على أصول فالأول إصلاح الشيء والقيام عليه والله جل ثناؤه الرب لأنه مصلح أحوال خلقه ورببت الصبي أربه والربيبة الحاضنة وربيب الرجل ابن امرأته والأصل الآخر لزوم الشيء والإقامة عليه وهو مناسب للأصل الأول ويقال أربت إذا لزمت فحلها وأحبته والأصل الثالث ضم الشيء للشيء وهو أيضا مناسب لما قبله ومتى أنعم النظر كان الباب كله قياسا واحدا وسمي العهد ربابة لأنه يجمع ويؤلف إذن فعلى صعيد المعنى اللغوي أيضا فكل المعاني تصب في أصل واحد هو أن الرب تربية بما أن التربية تتضمن إصلاح حال من تربيه وأن الرب ملازمة بما أن التربية تتطلب ملازمة من تربيه وعدم الإبتعاد عنه أي أن سبحانه يقصد بكلمة الرب أنه يربي عبده بوسائل دقيقة جدا وكثيرة منها أن يعطيه تارة ويحرمه تارة حتى يساعده على بناء شخصية مميزة تؤهله للنجاح في الدنيا وتؤهله بعد ذلك للعيش في الجنة كما أن معنى الملازمة يرد به سبحانه على من ادعو أن الله خلق الخلق ثم تركهم ونسيهم وأن الخلق اليوم يدبرون كل شؤونهم بأنفسهم فكلمة الرب تعني أن الله لا يبتعد عن عباده وهو ملازم لهم وقريب منهم دائما ويقوم بتربيتهم فانظر والحال هذه كم هي الترجمات الحالية خاطئة عندما تترجم رب العالمين بمعنى مشتق من السيادة وليس التربية فتهدم بذلك حق المعاني الرائعة الجميلة المتعلقة بكلمة الرب ومن ناحية أخرى تختصر كلمات كثيرة في المصحف وتترجمها كلها بمعنى السيادة مع أن المصحف عبر عنها بكلمات مختلفة عن بعضها فهم ترجم على سبيل المثال ملك يوم الدين بمشتقات معنى السيادة أيضاً والأمثلة كثيرة يصعب إحصاؤها لذلك الشرط الثاني للترجمة الصحيحة هو أن نلتزم بما التزم به المصحف أي أن نستخدم الجذر اللغوي ذاته لكل الكلمات التي اشتقها سبحانه من جذر واحد وبهذا نمكن الأعجمية من تفسير المصحف بالمصحف من خلال ربطه للآيات المشتركة بمفردات ذات جذر لغوي واحد حتى يفهم المعنى أي تماماً كما هي طريقتنا في التفسير في العربية فنبحث في أكثر من معجم عربي إنجليزي لنرى كم من الأفعال في الإنجليزية تتعلق بالتربية ثم نتوسع في فهم كل فعل منها من خلال وعلى سبيل المثال المعجم الشهير كيمبرج فنجد أن الفعل ريز هو أقرب الأفعال التربوية للتربية المعنية في المصحف الشريف لأن ريز تتعلق بمعاني كثيرة من بينها تربية الطفل بمعنى الاعتناء به إلى أن يكبر ولكن هذا السبب لا يكفي لأن نختار هذا الفعل بل علينا دراسة كل معانيه الباقية لأنه لا يوجد فعل في الدنيا منفصل تمام الانفصال عن باقي معانيه بل حتماً هناك مشترك ما يعمل خلف كواليس هذا الفعل ويوحد كل معانيه من زاوية ما ولقد وجدت من معاني هذا الفعل أنه يرفع الشيء إلى مكان أعلى أو يرفع من قيمته من حيث الحجم أو الجودة أو نحو ذلك أي أنه يرفعه من مرحلة أضعف إلى مرحلة هي أكثر قوة وفاعلية بل قد يرفعه من عدم وينقله إلى الوجود لكن من معانيه في المقابل أنه على العكس مما سبق فقد يتسبب بإنهاء فعلية شيء ويوقفه تماماً فالخلاصة هي أنه يقوي الشيء تارة ويضعفه تارة وهذا ما يقوم به رب العالمين مع عباده حيث يعطيهم تارة ويحرمهم تارة وفق ما يجد من مصلحة أحدهم في توقيت معين وهذا ما يقوم به الأهل مع أولادهم حيث يعطونهم ويمنعونهم وفق ما تتطلبه التربية وبما أن اسم الفاعل من هذا الفعل هو فأصبح الترجمة عبارة رب العالمين ولكن هل يشترط للأمريكي أن يفهم كل هذا الشرح من مجرد قراءته لعبارة بالتأكيد لا إن كلمة ستوحي له بمعاني تتعلق بالتربية وبالرفع والخفض ونحو ذلك كما مر معنا ولكنه قد لا يتمكن من الجزم بأنها بمعنى المربي إلا عندما يربط آيات المصحف ببعضها أي تماما كما يحدث للقارئ العربي عندما يتلو المصحف فهو لا يتمكن من الجزم بالمعنى إلا بعد أن يربط آيات المصحف ببعضها ليفهم لغة المصحف الاستلاحية رغم أنه عربي يقرأ نصا عربيا فنكون بذلك حافظنا على عنصر التشويق الذي يتميز به المصحف والذي أراده الله لكتابه ونقلنا النصوص بأمانة وحافظنا على حق الأعجمي في أن يخرج هو بالتفسير الذي يلهمه الله ولأننا لو ذهبنا نشرح الآيات شرحا موسعا ليفهمها الأمريكي من المرة الأولى لقراءته سيكون عملنا تفسيرا وليس ترجمة وسنكون قد فرضنا رأينا الشخصية في التفسير ولن نكون قد ترجمنا بأمانة نسخة لكل أهل الأرض باختلاف اتجاهاتهم أما الآية الرحمن الرحيم فأن نترجم كلمة الرحيم بمفردة مشتقة من الرحمة فهذا أمر لا إشكال فيه أما أن نترجم كلمة الرحمن فهنا الخطأ الكبير لأسباب كثيرة منها أولا إن معنى الرحمن لغويا حير العرب أنفسهم ويدلك على حيرتهم روايات تاريخية كثيرة وابحث في الإنترنت وانظر بنفسك إلى حجم حيرتهم واختلافهم على هذا الإسم وقد خلد سبحانه حيرتهم في كتابه إذ قال وإذا قيل له مسجد للرحمن قالوا وما الرحمن؟ لذلك لا يمكن فهم الرحمن لغويا من غير لغة المصحف الإصطلاحية ثانيا المصحف ذاته يربط العذاب بالرحمن مع أن العذاب هو بخلاف الرحمة إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فعندما سيقرأ الأعجمي في سورة الفاتحة الترجمات الخاطئة الحالية والتي تترجم الرحمن على أنه كامل الرحمة أو مطلق الرحمة أو شامل الرحمة أو نحو ذلك ثم يقرأ بعد ذلك اسم الرحمن ذاته في الآية التي ربطت الرحمن بالعذاب فمن حقه عندئذ أن يظن أن المصحف متناقض مع نفسه بينما الخطأ في الواقع آت من الترجمة الكارثية ثالثا الرحمن في المصحف ترتبط به أفعال كثيرة وليست محصورة بالرحمة كما يتخيل فالرحمن يخلق والرحمن يعذب والرحمن ينزل والرحمن يستوي والرحمن يأذن والرحمن يعطي الوعود والرحمن يمد وغير ذلك وأفعاله الكثيرة في المصحف شرحنا بعضها في فيديو مستقل تحت هذا الفيديو رابطه رابعا معظم المواضع التي ورد فيها اسم الرحمن تجعل من غير المقبول للذوق اللغوي السليمي أن يعامله معاملة الصفات التي يمكن ترجمتها أي أنه يمكننا ترجمة الرحيم لأنه كان يأتي في نهاية الآيات دائما وفي سياق ذكره لصفات الله أي كما هي صفاته من حيث هو عليم رحيم حكيم ونحو ذلك ولم يأتي ولا مرة واحدة في وسط الآية في محل رفع فاعل مثلا إنه هو التواب الرحيم أما الرحمن فعلى العكس تماما فأكثر المواضع التي ذكر فيها تؤكد على أنه اسم علم ولا يمكن ترجمته أي تماما كما لو كان اسمك سعيد ففي كل لغات العالم سيبقى سعيد ولن يترجمه أحد إلى حقي مثلا ولن يقول لك أحد كيف حالك يا كما أن الله طلب منا في الآية السابقة أن نسجد للرحمان ولو كانت كلمة الرحمان صفة وليست اسم علم فهذا يعني أن علينا أن نسجد لكل من كانت لديه هذه الصفة أي كل من كان واسع الرحمة وفق ترجمتهم ولو أن شخصا يقول لقد جاء الزاهد الكريم العالم الشجاع فسيستنكر المستمعون له قائلين أن هذه الصفات قد تنطبق على كثير من الناس فاذكر لنا اسم الشخص حتى نعرف عن من تتكلم ثم بعد ذكر اسمه يذكر ما تشاء له من صفات إن كل ما سبق من ضياع المترجمين كان على الرغم من أن الآية واضحة كالشمس وتؤكد على أن الرحمان اسم قل يدعو لها أو يدعو الرحمان أي ما تدعو فله الأسماء الحسنة فكما أن لا أحد يترجم كلمة الله لا يصح كذلك ترجمة كلمة الرحمان وقد تنبه القليل من المترجمين وامتنعوا عن ترجمة اسم الرحمان وذكروه كما هو فأحسنوا بذلك وأصابوا ولكنهم لم يسلموا من لوم الجهلة بينما من ترجمها فأكثر الترجمات لهذه الكلمة كانت عبارة عن ثلاث كلمات معا من مثل وبعضهم ولعلمه أن ثلاث كلمات هي ترجمة ركيكة عاد ووضع بعدها بين قوسين كلمة الله فأصبحت أربع كلمات بدلا من كلمة الرحمان فأي ترجمة تعيسة هذه؟ فهذه العبارة الإنجليزية تعني الأكثر نفعا أو الأكثر خيرية أو نحو ذلك فليست الترجمة قبيحة فقط ولا يمكنها جمع أفعال الرحمان الكثيرة والمتنوعة بل قبيحة لأنها مركبة من عدة كلمات أيضا الشرط الثالث لصحة الترجمة إذن هو عدم ترجمة اسم الرحماني والذي ورد في المصحف أكثر من 150 مرة بينما الشرط الرابع وهو شرط لصعوبته نقول أنه يفضل أن نحرص عليه قدر الإمكان وإن لم نتمكن من تحقيقه فليس بالمشكلة الكبيرة وهو أن من بين القراءات المتعددة للمصحف نختار القراءة التي توافق أقدم مخطوطة للمصحف الشريف فعلى سبيل المثال بما أن في المخطوطة ذكرت آية مالك يوم الدين على أنها ملك يوم الدين وذكرت في سورة آل عمران ملك الملك وليس مالك الملك فعلينا ترجمتها على أنها ملك وليس مالك على الرغم من تقارب المعنيين في النهاية فالمسألة ليست خطيرة وإنما من باب الترجمة الأمثل خاصة أنك لو بحثت في الموقع المتخصص بالقراءات والذي تجد رابطه تحت هذا الفيديو ستجد أن الطبرية يرى أن ملك هي القراءة الأقوى ثم تجد قراءات كثيرة كلها من غير ألف أيضا ولكن اختلفت من حيث التشكيل فقط وهي بمجموعها كلها تطابق المخطوطة الأكثر قدمة كذلك في الترجمات الحالية ترجم يوم الدين في قوله ملك يوم الدين تارة بيوم الحساب وتارة بيوم الجزاء ونحو ذلك وكأنهم استثقلوا أن يترجموا كلمة الدين كما هي والكارثة أنهم ترجموا كلمة الدين في آيات أخرى بكلمة مع أن المصحف اعتبر كل الآيات تتحدث عن شيء واحد واستخدم في هذه المواضع كلها كلمة الدين ذاتها وبالتالي أن للأعجمي أن يدرك الرابط بين هذه الآيات ما داموا يترجمون له كل مرة كلمة الدين بمفردة إمبليزية مختلفة وكأن المترجمين استثقلوا أن يقصد الله بيوم الدين يوم الدين فعلا فلجأوا إلى معاني أخرى مع أن المعنى واضح بسيط وهو أن الأمر في الدنيا يكون لمن لديه قوة فرض أوامره بسبب سلطته من ملك أو صاحب مال أو صاحب جنود أو أي قوة كانت بينما الأمر في الآخرة هو لله وحده حيث سيسعد يومئذ من التزم بدين الله من قبل في الدنيا فسمي يوم الدين لأن الكلمة يومئذ للدين وينتفع يومئذ من كان متدينا وملتزما بالدين بينما لم تعد تفيد لا الأموال ولا الجنود ولا الأولاد ولا غير ذلك وهذا المعنى واضح في تعريف الله بذاته ليوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله كذلك في قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم من المترجمين من فسر الصراط بكلمة طريق أي وي ومنهم فسرها بالمسار أي ولا يصح اختيار إحداهما اعتباطا وإنما وبعد دراسة المعاني المتعلقة بكل منهما نجد أن طعف هي الصحيحة لأن من معانيها ليس فقط المسار الذي يسير فيه السائر وإنما أيضا من معانيها مجموعة الأفعال التي توصلك إلى هدف أو نتيجة وهذا ما يطابق المعنى في المصحف حيث وبعد أن عدد الرسول الأكرم في المصحف المحرمات اختتمها بقوله هذا صراطي وبعهد الله أوف ذلكم وصاكم به وأن هذا صراطي مستقيم. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فعرف لك الصراط بذلك على أنه مجموعة من الوصايا تحذرك من الوقوع في أفعال معينة ثم فرق لك بين السبيل والصراط لذلك كان لابد من اختيار كلمة ثم لننظر إلى معنى كلمة مستقيم في المصحف لنجد أنها وردت في مواضع كثيرة منها قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك من الغوين وأوف الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاص المستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم فالآية الأولى فيها معنى الإلزام حيث يلزم الله ذاته بأن يجعل عباده في حماية كاملة من تأثير الشيطان إلا من أراد بنفسه أن يتبعه بينما الآية الثانية فهي تصف الميزان بأنه دقيق والآية الثالثة تصف الصراط المادية بمعنى الطريق الذي يمشي عليه الناس بأنه عندما يكون آمنا ومعبدا فإنه يورث السائر عليه الاتمأنانة في يمشي منتصب القامة مرتاحا بخلاف من يمشي على طريق متعرجة تملأها الحجارة والحفر والعقبات فهو مضطر إلى النظر إلى الأسفل ليتخير خطواته ويتجنب هذه الحفر والمهالك فمستقيم هنا تعني الآمنة ومن هذه المعاني الثلاثة يمكننا استبعاد الأول منها وهو الإلزام لأن السياق ذال عليه فالآيات التي تلته والتي تصف من يسرون على هذا الصراط بأنهم من الذين أنعم الله عليهم وأنهم ليسوا بمغضوب عليهم ولا ضالي تبين للقارئ بذلك أن هذا الصراط إلزامي والمترجم عليه الاختصار ما أمكن لأنه لا يفسر بالدرجة الأولى بل يترجم بقي لدينا إذن الدقة والأمان والدقة في الميزان نتيجتها صحة النتائج فلا غش في البيع والشراء أي الأرقام تكون صحيحة وليست خاطئة لذلك نستعير نتائج دقة الميزان ونستخدمها مع الصراط لاختلاف المهية بين الصراط والميزان فينتج لدينا أن الصراط المستقيم هو المسار الصحيح الآمن وعندما يقرأ الأمريكي بعد ذلك في المصحف المحرمات العشر التي وردت قبل كلمة صراط سيعلم أنه كي يكون سيره ضمن هذا المسار الصحيح الآمن فعليه أن يمتنع عن ارتكاب المحرمات نأتي إلى ترجمة المترجمين لقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم لنجدهم يضيفون على الإنعام كلمات من مخيلتهم ليشرحوا بماذا أنعم الله مع أن الآية الكريمة لم تحدد بماذا أنعم الله وعلى القارئ أن يربط آيات المصحف ليعرف بماذا أنعم سبحانه فلا يصح أن نضيف كلمات لم تذكرها الآية فيجب أن نختار فعل أنعم دون زيادة وهو فما بالك بالترجمات الأشد كارثية والتي ترجمت إنعام الله هنا بالتفضيل وذلك مع أن التفضيل استخدم سبحانه له فعلا مختلفا كما في الآية التالية وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل أما الشرط الخامس فهو أن يحاول المترجم الإبتعاد قدر المستطاع عن تفسيره الشخصي للمصحف أما التفسير فيمكنه أن يتوسع فيه في كتاب يصرح فيه أنه يفسر المصحف وفق فهمه أما عندما يتصدى للترجمة فعليه أن يحاول أن يترجم فقط وينقل بأمانة وحيادية بأكبر قدر ممكن أما كيف يفهم المترجم معنى المفردات فالأصل هو أن يبحث المترجم عن معنى كل كلمة في المصحف بربط الآيات ببعضها ليتعرف إلى المعنى الاصطلاحي الذي أحدثه الله لهذه الكلمة أما إن لم تكشف الآيات عن معنى اصطلاحي خاص فهذا يعني أن سبحانه يريد منك أن تبقى على المعنى اللغوي بشأن هذه الكلمة وأفضل المعاجم هو معجم مقاييس اللغة بما أنه يعطيك المعنى الأصلي الذي اشتقت منه الكلمة فإن لم تجد فيه فتعود إلى المعاجم العادية لكن الفرق الكبير بين معجم مقاييس اللغة وبين معظم المعاجم أن مقاييس اللغة يعطيك سبب المعنى الذي تمت نسبته إلى مفردة بينما باقي المعاجم فتكتفي بالنتيجة فعلى سبيل المثال في كلمة الرب فالمعاجم عندما تشرحها بالسيد فلا تعلم أنت عندئذ الفرق بينها وبين مفردات كثيرة يشرحونها أيضا بالسيد أما مقاييس اللغة فبما أنه يشرح لك السبب فأنت تفهم بذلك أن هذه السيادة هل هي مبنية على الرحمة أم هي نتيجة الاستبداد أم سببها القوة أم المال أم الاعتداء أم الحب والحكمة والخير وقد بيّن لنا مقاييس اللغة أن الرب سيادته مبنية على التربية لمصلحة العبد وليست مبنية على الاستبداد والظلم فعندما تترجم الرب بالسيد فالأمريكي في ذهنه معاني كثيرة للسيادة وأكثرها معاني سيئة ليس فقط من تاريخه السيء بل حتى نظرتهم الدينية إلى الرب الإله تختلف كثيرا عن صورة الرب أي الله في المصحف وقد شرحنا طرفا من ذلك في فيديوهات سابقة الشرط السادس أن يكون المترجم مطقنا للغة العربية واللغة التي يترجم إليها غاية الإتقان وأن يكون قادرا على الإبحار في معاجم كل من اللغتين على نحو لا يمكن لأحد أن يأتي بتعبير لغوي أفضل منه وأن يكون قادرا حتى على اشتقاق مفردات غير موجودة في اللغة التي يترجم إليها والتي هي في مثالنا الإنجليزية حتى إن لم يجد مفردة تفي بالمعنى العربي استحدث كلمة جديدة في الإنجليزية بناء على معرفته بقواعد الاشتقاق فيها الشرط السابع هو أن تخاطب الأعجمية بلغة عصره السهلة وليس بلغة من ماتوا من قومه حيث كانت لغة الدين في زمنهم يفهمها رجال الدين فقط ولا بلغة بليغة معقدة لا يفهمها إلا عية القوم فاللغة العصرية السهلة يفهمها الجميع ولن يقرأها الأموات وهذه مشكلة كثير من الترجمات الحالية وبعد كل هذه الدقة التي نتوخها في الترجمة على الأعجمي أن يعلم في الوقت ذاته أن لا غنى له عن تعلم العربية لو أراد أن يتذوق جمال المصحف فعلا وأن ترجمتنا ما هي إلا جهد بشري ليشوقه إلى تعلم العربية والغوص في معاني المصحف أكثر وأكثر وستجدون ترجمتي لصورة الفاتحة من خلال فيديو مدته دقيقة واحدة في الرابط تحت هذا الفيديو كمثال على هذا المنهج الذي تكلمنا عنه اليوم ولكي أتمكن من ترجمة المصحف كاملا بسرعة كبيرة فسأنتظر حتى يجمعني الله بشخص يكون فقيها في اللغة الإنجليزية أو الألمانية ويتحقق فيه المعيار الذي ذكرناه ويكون لديه النية لأن ينخرط في مشروع عظيم كهذا فوجوده يوفر علي الوقت في البحث والتحليل وربما يعرض أحدكم المشروع على هكذا شخص ويدله علينا أما كي تتم ترجمة المصحف لكل لغات الأرض فيمكنني أن أخبر القادرين على الترجمة بالمعنى القرآني وهم ينقلونه إلى لغاتهم وينشئوا الترجمة الصحيحة وفق المعايير التي ذكرناها وتقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم